أحب أن أذكر حقيقة أن كان الهروب في الجيش العراقي أكثر من 75% من القطاعات الموجودة سواء في نينواء أو بقية الوحدات ولكن هذه الحقيقة لم تنقل إلى القيادة كما هي إضافة لذلك كان المفروض أيضاً اختيار القادة الكفؤين أيضاً هذه النقطة قبل 2014 لم تحدث بعد ذلك بدأ الاهتمام بالتدريب وبالتسليح وبالخيار القادة الجهيزين يا سيادة البريق انت رجل برتبة عسكرية مرموقة كبيرة أنت تقول أن هذا لم تنقل للقيادة القيادة لم تعرف زي الاقلاowanie تسوي القيادة ليش ما راحت القطاعات القيادة ما زرت المواقع القيادة ما بيها gebracht القيادة ما بيها قوات برية القيادة ما بيها بريد يومي اشانت تسوي القيادة القيادة تسوي شنو هاذ تطبخ ب Эتش القيادة ليش ليش اثناء المعركة القيادة اكتشفت القذيفة ما تشبه المدفع ليش القيادة اللي قد تنصد للسجنود نازلين ينا الضباط يأخذوا منها فلوس هاي قيادة هاي هاي قيادة تبيع ثلث البلد تكتشف بعض سقوط البلاد وإلى الآن منف هاي القيادة مضموم قيادة يش هاي سيادة الفريق قيادة يش انا اشكرك يعني انا ما رد هاي المواجع انا كنت في خضم الاحداث وكنت المفتش العسكري العام اي كنت اطلع على كل الامور ورفعنا تقارير كثيرة بهذا المجال وقبل تحدث النكسة بايام قليلة ايضا رفعنا التقارير مهم جدا وانا احتفظ كافة الاوليات وتذكر جنابك اشكرت بالتقارير؟ القابلة مع جنابك كان ثلاث حلقات اطرقنا الى هذه المسألة بشكل واسع جدا وتحملنا ما تحملنا وانت تعرف ذلك فلذلك كان الامور كل الامور غير جدية وغير مهتمين بهذا الموضوع وكان هناك اتصال بعض القادة بالقائد العام من قوات المسلحة مباشرة متخطين رياس تركان الجيش ومتخطين وزارة الدفاع وحقيقة كبير من الامور ينقلون حقا غير صحيحة او العفو ينقلون واقع غير صحيح يعني كان حقيقة الوضع جدا مرتبك اضافة الى ايضا الموضوع السياسي كان محافظة الموصل ايضا على خلاف معاق القائد العام قوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء نعم فكثير من الامور التي حدثت اضافة لذلك كان هناك الداعش يجبي المواطنين حتى الدكاكين الصغيرة ليلا وبعض القوات الامنية تجبي ايضا اصحاب المحلات من الموصل نهارا والوقود يهرب الى قسمنا الى داعش وكثير من الامور تدخلات من دول الجوار امور كثيرة لا مجال لذكرها يعني هو احنا ما خليها شيء ما خليها شيء ما قلنا لكن بناءا على ما تقوله انت كنت المفتش العسكري العام القائد التضحك عليه جنوده بمعلومات خاطئة او تضحك عليه ضباطه بمعلومات كاذبة يشوف لسطل مع المي وربع تلج ويروح يبيع ميه بالزوراء موسير قائد ويقتل الف او سبعمائة واحد من السبايكر والقائد ما يدري والقانون من يم هذا القائد ما يشوف انت اشتغلت قائد انا قائد يضحكون عليه بمعلومات مظللة او نايم للصبوع او اسه تخبن سوالف او بعد قائد شون حتي هذا اليوم نتذكر دماء ونتذكر رجولة ونتذكر بطولة انا قلت بالمقدمة اليوم انا عراقي بهذا النصر للحشد وللدفاع وللداخلية راسي يوصل للسماء هو يعبر السماء او صوتي يشيق اذن كل فاسد كل فاسد يشيق اشيق اشيق راسه بصوتي العراقيين ونطالب بمحاكمتهم نعم انا اشكرك استاذ نجم بس مأساتنا استاذ نجم مأساتنا هي الافلات من العقاب وهذه مشكلة كبيرة جدا الافلات من العقاب لان الافلات من العقاب يعني عندما تخطأ وتذهب ارواح كثيرة ويقتل شباب ويستشهدون والدولة تصل الى حافة الهاوية من الانهيار والافلات كان موجود من العقاب ولكن انا في رأيه في يوم من الايام ان شاء الله والصور هؤلاء الذين سببوا هذه النكسة سوف يحاسبون ويعاقبون والتاريخ لا يرحم طيب كنوا مطمئنا يعني هم في داخلهم يشعرون بهذا الخزي والعار والهزيمة في داخلهم وحقيقة هم لحدها اللحظة يخائفون من انه سوف ينبش التاريخ من جديد وسوف يحاسبون من جديد